سلام عليكم ورحمة الله وبركاته open street map ده بديل لجوب المابس بس open فلس تقدر تعادل فيه براحتك تقدر تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها وفيه برضو حاجة اسمها open street cam مرتبط بالopen street map انت بتثبت الظبيه ده عندك على موبايل طول ما انت ماشي وتصور الشوارع بحيث ان البرامج اللي هي بتعتمد على open street map وهي كتيرة زي الانفرا ووركس زي اليومن وهكذا بيبدأ يجمع الصور ديت ونبدأ نعملها 3d بشكل قوي جدا بحيث ان اي حد عايز يعمل الموديل اللي مبنى بشاف كل المباني اللي حواليه تمام طيب نرجع حينها مثلا انت بتعمل حساب بتلاقينا sign up بتعمل حساب وبعد كده في اي لحظة انت عايز تاخد خريطة مثلا معينة خلينيها مثلا نتكلم على المنطقة ديت لو انت مثلا هتعمل كومباون دوت فبسهولة جدا تقدر تيجي وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت فهتقدر تعمل اكسبورت للموديل دوت الداتا دي تقدر تسفد منها بشكل قوي يعني بتبدأها OCM وده بيشغل على RGIS وعلى QGIS اللي انت دول من اهم البرامج اللي بتعمل بتعمل خرايط GPS قوي جتن طيب خلينا نجي هنا مثلا المنطقة هنا بدان السكاكيني اصر السكاكيني هنا ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل edit with id ده بيبقى على البراوزر وهنا edit with بطلاش بيورده على البروزر وهنا لأ هتحتاج ان انت ديب عندك ال GOSM طيب خلينا نقول له احنا عايزين اعمل edit فيقول لك انت تقدر بقى تضيف نقطة بس كل نقطة من دول بتعمل كليك عليها بيبدأ يجيب لك المعلومات عليها ويجيب لك الاسم بتاعها بالعربي وبالانجليزي وبالفرنسيوي وبعض اللغات الاخرى تقدر تضيف لغات كتيرة كل نقطة من دول بيبدأ يقول لك دي اسم المنطقة ايه وهكذا تمام فاحنا عايزين نصور الشوارع الجميلة بتاعتنا بحيس ان كل الناس استفاد منها بالاوبن ستريت كام وطبعا بالجو اي اس بيبقى احسن عندك ممكن تضيف لين يعني ال point لو انت عايز تضيف المنطقة معاينة ممكن تضيف شارع مثلا زي دوت ممكن تضيف اريا مثلا مثلا تبدأ تشوف مثلا منطقة زي دي وتبدأ تضيف ان هنا في اريا مثلا بالشكل دوت ودوس انا مثلا مرتين عشان تخرج من الامر فبيبي باي يقول لك ايه اكتبال المعلومات اللي انت عايز تضيفها ونوع ايه قفي هنا ولا في ايه فتقدر تضيف كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها ولما تخلص بتقول كنترول اس او بتعمل سيف لشغل بتاعك وهكذا بحس ان احنا عندنا خريطة اي عايز تدور مصري بانده المعلومات دي كلها انا لغيت على شخص ما بواصل حاجة في الخريطة من المشروعات القوي جدا وتمنى الناس كلها بتبدأ تتعاون معانا عشان نعمل الخريطة بتاعنا بشكل قوي يعني البلدنا جميلة بس عايزين نضيفها للخريطة لاحز ان هنا مسلا انا مسلا الابن السريد كام طبعا اي حاجة بتعملها بتترفع على كل المنصات المرتبطين كلهم ببعض هتلاقي ان اوروبا في جوز كبير جدا اتغطت خلاص اي جيت قليلة ليبيا فيها شغل كويس نضيف كلها ليبيا وهكذا لسه التونس والجزائر متخشفون الموضوع فعاديد ننشر الفكرة مراقب فيها برضو اماكن كويسة انا موجود حاليا في قطر فشغل بالموضوع دهوت ان شاء الله لما كوفيد 90 ينتهي نبدأ ننشر الفكرة اكتر بصوبة عملية ان طول ما انا ماشي في الشوارع ببدأ اشغل القامرة وابدأ اصور الاماكن بتاعتنا بحيث السياح كلهم لو عايز يبص على اي صورة يبدأ اشوف الشوارع هيت ايه ده يجيب لك صورة اللي ايه اللي شارع في نفس اللحظة او يعني المسجيل اخر الصورة مسجيلة عنده تمام فده ان شاء الله نحاول ننشر الفكرة ونسه اهتم بيها احنا كده كده بنضيع تقريبا ساعتين او ثلاثة فيه الموصلات فنستغل الفرصة ونصور الشوارع ده بيكت